رجعنا نتواصل معكم من خلال فقراتنا في برنامجكم صباح الخير يا كويت وفي هذه الفقرة نحن نتكلم عن عمليات السمنة وما بعد عمليات السمنة تعد عمليات السمنة أحد الحلول المقترحة للتخلص من السمنة والوزن الزائد والعواقب التي قد تصاحبهم مع بعض الأمراض المصاحبة لهذه السمنة فالسمنة هي تحدي العصر الحديث وجاسم يعني من خلال الدراسات شافوا أن نسبة الأشخاص المصابين بالسمنة في ازدياد للأسف صح أكيد ويسعى كثير من المصابين بها للتخلص منها وكذلك يلجأ بعض المصابين بالسمنة لعمليات تجميل ما بعد عمليات السمنة للتخلص من بعض الزوائد بالجسد والحديث أكثر عن التجميل ما بعد عمليات السمنة يسعدنا أن يكون معنا الدكتور حسن مسيب استشاري جراحة حروق وتجميل حياك الله دكتور صبحك الله بالخير الله حيكم صبحكم الله بنوره الكرامة مشكورين على الاستضافة حياك الله معنا دكتور حسن ننورنا في برنامج صباح الخير يا كويت في البداية ودنا نتعرف على أنواع العمليات الخاصة بالسمنة لأنها متعددة وصارت كثيرة فهل في مسميات وأنواع مختلفة ودنا نعرفها؟ نعم طبعا أول شيء لازم نعرف مقدمة بسيطة أننا للأسف من الدول التي صرنا معدل السمن عندنا بازدياد للأسف هذا الشيء نقوله لأن الناس صارت تعتمد على الحركة الآلية أكثر من الحركة الميكانيكية يعني احنا أول متعودين أننا نمشي نروح ليه حتى الفرع اللي وراء بيتنا نروح ليه الجمعية نروح ليه المسيد إلى آخر الحين صار كل شيء بالسيارة كل شيء بالقاري كل شيء بالقاري يمكن إكسبشن بس أننا يعني السيكل السكوتر المكاين يعني صارت هي تمشي بدالنا فصار هذا سبب أساسي لازدياد الوزن دكتور أنت تذكرني حتى إحنا قبل وإحنا صغار نمشي ليه الجمعية أو نمشي لمنطقة كلها؟ بالضبط عادي يعني ما كان فيه أي مشكلة لمن حتى تطلع نص ساعة ولا ساعة تنشي عادي الحين لا كلها مال يخلق كلها متعيز كلها يعني تبي الأسهل نمط الحياة كلها تغير بشكل كبير هو لايف ستايل هم أكثر من شيء ثاني العمليات السمنة هي بشكل عام في لها يعني خنقول أسامي كثيرة وأنواع كثيرة بس نتكلم عن العمليات المصرح فيها على مستوى العالم زين يعني دكاتورة السمنة لمن يتكلمون عن عمليات السمنة يتكلمون عن ثلاث عمليات أساسية وما يصاحبها العملية الأولى هي عملية التكمين العملية الثانية هي عملية تحويل المسار عملية الثالثة هي عملية تحويل المسار المصغر أنا ما رح أتكلم تفاصيل عنهم لأنه مو تخصصي للأمانة بس أن ديكاترة جراحة السمنة أهم يقدرون يسهبون في الموضوع هذا أكثر بس إحنا نتكلم عن ما يصاحب العمليات هذه والمريض اللي يسوي عمليات السمنة متى لازم يتواصل مع طبيب التجميل ومتى ما يحتاج أن يتواصل مع طبيب التجميل في ثلاث عوامل أساسية مهمة المريض لازم يعرفهم عن نفسه قبل لا يروح يعرض نفسه على الطبيب أول شيء يشوف معدل إنكماش الجلد في جسمه لمن ينزل وزنه بسرعة كبيرة زي نعنى تكلم عن مريض ينزل نصف وزنه خلال سنة أو ينزل خمسين كيلو خلال سنة أو ينزل سبعين كيلو خلال سنة فيشوفه هو جسمه أول شيء يقدر هو الآن قاعد ينزل مثلا عشرة كيلو بالشهر تمانية كيلو بالشهر ثنائش كيلو بالشهر يقرر أن جسمه هل هو قاعد يرجع بالمعدل الطبيعي ولا لا قاعد يطيح لي تحت هذا الشيء يصير هنقول مع الجاذبية والعكس الجاذبية هذا رقم واحد رقم اثنين يشوف التشققات اللي بالجسم يسميها التشققات الطولية أو هذه الأشياء هل قاعد تتزايد في جسمه ولا لا مثل ما هي ولا قلت الستريتش ماركس هي من الأسباب اللي تخلي الجلد ما يرجع مكانه مرة ثانية تعتبر تشققات يعني يعتبر خلال في الجلد نفسه اخترأ بالكولاجين والإلاستين اللي هي المادة اللي مسؤولة عن سحب الجلد لي داخل وينك يماشى فيصير فيه خلال فيبدي يتراهل الشغلة الثالثة يشوف طبيعة أكله هل هو قادر يستمر على الأكل المتعادل للسعرات أو قليل السعرات ولا لا هو في حاجة دائما إلى أكل قليل مع سعرات عالية نزين الحين هو بعد التكميم فيه أشخاص تختلف أجسامهم أكيد أنه فيه ناس يترحل وفيه ناس ما يترحل الرياضة هي لها فائدة؟ تمام الرياضة طبعا خنقول يعني بدلا ما ألجأ حق العملي التجميل ألجأ حق النادي صح بس مو كل جلد يقدر يشد بالرياضة يعني هنا عندنا واحد أبطال يمارسون الرياضة ويأخذون المكمنات الغذائية ويقدر يعني يوصل إلى جسم بيرفكت بس الجلد الزايد اللي عنده هو اللي يعيقه نعم إنه يقدر يستفيد من جمال جسمه فليوصل لهذه المرحلة هي عندنا عساس أنه يعني هي بالنهاية عمليات التجميل هي عملية تحسين مظهر طبعا ومو عملية نقاص وزن نعم صح نعم دكتور بعد عمليات الشفط أحيانا يعني نسمع أنه أشخاص سواوا الشفط وبعدها يزيد الوزن لكن مناطق مختلفة على المكان اللي يشفطوا منها الدهون فشو ممكن هنا المريض يتعامل مع سوء توزيع الدهون في جسمه زينا إحنا عشان نفهم الفكرة من شفط الدهون شمال نعم إذا أنا عندي مثلا خنقول يعني 20 سانتي ب20 سانتي نعم ال20 سانتي هذا في مليون خلية دهنية لمن أشفط أنا المنطقة هذه ما أشفط المليون خلية أنا أشفط 800 ألف وخلي 200 ألف تمام لأنه بالنهاية الجلد هذا يحتاج أنه يعيش لأنه إذا الجلد هذا راح من الدهن كله معنات الأوعية الدموية اللي تغذي الجلد هذا راح تروح فأنا لازم أخلي كمية بسيطة من الدهون اللي هي تساعد الجلد على أنه يتغذى بالدم وأيضا تعطي حماية للعضلة اللي تحتها طبعا تمام اللي يصير في زيادة الوزن إذا زاد الوزن فنقول 10-20 كيلو ما نتكلم عن 3-4 كيلو يزيدون وينقصون نتكلم عن 8 كيلو وانت صاعد يصعد 10 كيلو ينزل 10 كيلو يصعد 10 كيلو ينزل 10 كيلو الميتين ألف خليل بالعشرين سانتي هذين اللي عندي راح يتضخمون نعم بس راح يتضخمون لمرحلة معينة بعدين خلاص يعني ما فيها مجال وما راح تنبط فراح توصل لها حجم معين بعدين تبدي المناطق اللي ما انشفطت لأن عدد الخلايا الدهنية موجود فيها بشكل ثابت فهذه راح تبدي تكبر 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 فالشخص اللي يسوي عملية الشفط يتهيأ له أن الدهن قاعد يتيمع في مناطق ثانية نعم هو ما قاعد يتيمع هو طبيعي لما نزيد وزنه الخلايا الدهنية في الجسم بشكل عام راح تنمو ويا نعم بس المنطقة اللي انشفطت لأنه ما فيها العدد نعم نزين فممكن الخلايا هذه تضخم بس ما يزيد عددها نزين دكتور أكيد كل عملية لها إيجابية ولها سلبية شنو المشاكل اللي تصير بعد التجميل نزين الشغلة هذه طبعا تحتاج أول شيء تحضير كامل بين الطبيب وبين المريض المريض لازم يعرف وايد أشياء أنه خلنتكلم عن مريض السمنة أو بعد عمليات السمنة بشكل خاص هو مو شخص عادي الشخص العادي طبيعة جلده عادية صح جسمه طبيعي أضلاته طبيعية يعني خنقول البروبوشن مع الجسمه اللي تعود عليه من صغر ألين كبر نعم طبيعي وهذا الشي يعني خلنقول مثال عليه مثلا النساء اللي يصيروا إياهم ولادات بعدين يرجع جسمهم مثل قبل يصير عندهم بعض الترهلات فلما نتعامل وياهم ما نتعامل كمريض السمنة لا كمريض زاد وزنه ونقص بفترات معينة ويحتاج إلى إزالة جلد مريض السمنة لا كان في فترة من فترات حياته وزنه جدا عالي فكان عنده حتى لو شيء مو باين بس كان عنده خلل فيه وايد أجهزة منها الهرمونات منها الغدد منها المفاصل تكون مستهلكة لما يكون عمرك صغير لما تستهلك المفاصل ما رح تحس فيه بس لما تكبر وهذا الشيء هم أيضا يعني لازم نروح حق النساء مرة ثانية ونقول الكعب الضعيف والكعب العالي نعم لو إحنا صغار بالعمر ما نحس أن هذا الشيء يأثر بس مع بداية التقدم في العمر والتقدم ما نتكلم عن خمسين تكلم عن خمسة وثلاتين ممكن تبدي آلام الظهر تبين ونفس الشيء الناس التي قال العمر الثلاثينات ألام الركب تبدي تبين ألام الظهر يبين وياهم فهذا الشيء مستهلك على سنوات فلما هو يفكر يسوي عملية السمنة في عمر صغير رح يحافظ على نفسه أسرع لأنه من يسويها بعمر خمسة واربعين ولا عمر خمسين نعم فنرجع مرة ثانية لما نكون في التواصل هذا بين الطبيب وبين المريض والمريض عارف أنه هو قبل العملية لازم إذا كان مدخل لازم يوقف تدخين على الأقل أسبوعين إلى أربع أسابيع إذا كان مثلا يشرب كحول لازم يوقف الأشياء هذه لأن هذه تأثر على سيولة الدم إذا كان مثلا يمارس أي عادات خاطئة مثل يعني مثلا هنقول الإمارس رياضات سمونها الكفاءة العالية نعم فهذه فنون قتالية مثلا مثلا فنون قتالية هذه الأشياء لازم يحتاج أن يهدها لمدة شهرين أو ثلاثة شهور على ما يتعافى كامل نعم يعني هذه الأشياء لازم يحطها في باله لأن إذا صار خلل في هالأشياء تبدأ المشاكل تزيد في المريض نعم وتبدأ المضاعفات تطلع اللي المفروض لا تكون موجودة نعم أيضا دكتور ما بين الوزن وعمليات التجميل خاصة بالجسم أكيد طبعا أكيد نحن عندنا شغلة نسمي البادي ماس أندكس اللي هي كتلة الجسم للشخص هذا نفسه فكتلة الجسم هي عبارة عن الوزن تقسيم الطول تربيع يعطينا الرقم الرقم هذا إذا كان بين العشرين والخمسة وعشرين هذا الشخص يعني في وزنه المثالي إذا كان تحت العشرين معناته وزنه أقل من المثالي إذا وزنه كان فوق الخمسة وعشرين معناته دخل في زيادة الوزن بس ما وصل ليس السمنة للحين إذا وصل الثلاثين معناته بداية السمنة إذا صعد عن الخمسة وثلاثين هذه السمنة مفرطة نزيل ونصعد بعد وياها بالشيء هذا عمليات التجميل لو كان الوزن بحدود الخمسة وعشرين كتلة الجسم تكون العملية جدا مناسبة إذا كان شوية أعلى أو شوية أقل يعتمد على تشكيلة الجسم نفسه أكون واحد مثلا كتلة جسمة سبعة وعشرين أو ثمانة وعشرين بس ما شاء الله طويل عريض لو سوى العملية بسيطة راح يتحسن جسمه وايد من شوية ونفس الشيء لما واحد أو واحدة تكون مثلا وايد كسيرة فيعني لما تكون كتلة جسمها مثلا ثلاثين أو واحدة ثلاثين ممكن ما تحصل نتيجة التي هي تبيها أوكي تقدر تحسن وايد من الجسم بس ما تحصل نتيجة التي تبيها مثل لو كتلة الجسم كانت ستة وعشرين أو سبعة وعشرين توقع دكتور لو خففت أنت الوزن وشلت الوزن الزايد راح يخفف حتى على الركب على الظهر الآلام هذه صح تخفوا إياه هو صح ومو صح الفكرة أن معظم الناس يعتقدون أن عمليات التجميل هي عمليات انقاص وزن بس هي بالحقيقة هي عملية تحسين شكل عمليات انقاص الوزن هي عمليات السمنة هي التي تتخلص من الدهون ومن الوزن الزايد الذي موجود بالجسم بس عملية التجميل أنت تشيل الجلد الزايد وتخيطه قد يكون فيه بعض الوزن بس مو مثل ما الناس تتوقع يعني أتيني واحدة أو إي واحد مثلا مثلا خنقول البطن هل كبر كم تتوقع بأشير منه يقول خمسة ستة كيلو لا لا هو كيلو ولا كيلو ونص إذا ذبح عمره يقول له وشلون كل هذا يبيشي لا لا هو كل هذا اللي انت تشوف هذا عبارة عن كيلو ولا كيلو ونص نعم من الدهون مو يعني خمسة أو ستة كيلو مثل ما تتوقع فهي عملية تحسين شكل وليس عملية تنقاص والشكل يعني الخاص بهذا المظهر هل يعتبر الجزء الأكبر منه هو الجلد في مثلا إذا كان في ذكرت أنه راح تشيلون بس كمية قليلة من الدهون لكن البعض يعتقد مع هذا المظهر للجسم أنه في نسبة أكبر من الدهون ممكن أنهما يشيلونها خلال عمليات التجميل صح هذا طبعا يبينه بالفحص قبل نسوي العملية إذا مستمزم سكت الجلد وشفت الجلد هالكثر ضعيف معناته ما في دهون وايد معناته ما في كمية كبيرة بس إذا أنت مسكت الجلد ولقيت هالكبر هذا فيه معا دهون أكثر فرح تشيل وياه طبقة كبيرة من الدهون فهني رح يفرق ويانا كيف رح ينزل نعم نزين بس سؤال أخير قبل أن نختم وياك دكتور يقول لك بعد التجميل يصير فيه الجرح نعم الجرح يختفي أو ما أدري يظل موجود الجرح نزين طول العمر نحن عندنا جرح وعندنا الندبة التي تتكون بعد الجرح نعم نزين الجرح أول شيء الطبيب لازم يكون لازم يراعي أن المريض هذا شنو لون البشرة مالته نزين شنو طبيعة جسمه وهل الضغط اللي يكون على الجرح مناسب ولا مثلا هنقول شادة بزيادة فيكون فيه وائد ضغط على المنطقة هذه قد تؤدي إلى مشاكل في تسكيرة الجرح أول شيء نتكلم عن الجرح الجرح يتسكر بخيوط طبية لعم تجميلية لازم تكون معقمة لازم تكون طبية لازم تكون خفيفة لا تكون خيوط ثقيلة يعني بعدها الخيط يفرق نعم الخيط يفرق بعدها الطبيب نفسه يحدد إذا بيحط خيط يذوب ولا خيط ينشال كل واحد من خبرته يقدر يقرر أن هذا المريض يحتاج خيط يذوب أو المريض هذا يحتاج خيط ينشال وبعدها يتابعوا بعد ثلاث أسابيع من العملية يتكون الأثر أو الندبة مالثة العملية هني نبدي كل ما نعالجها يعني أبشر كل ما نقدر نحافظ على الشكل ما لها أن يكون أنعم وفيه أنواع طبعا كثيرة لعلاج الندبات اللي بعد عمليات التجميل نعم شنو أفضل نوع يعني وايد نحن نشوف يعني مواقع التواصل الاجتماعي فيه بعض الأشخاص يشاركون الناس تجاربهم بس هل فيه طريقة نصح فيها هي الأفضل كعلاج الندبات من بعد عمليات تجميل نزيل بعد ثلاث أسابيع بعد ما الجرح ينشف نتكلم عن كريمات نتكلم عن لزقات نتكلم عن أجهزة ليزر نزيل فيه شيء رابع نتكلم عنه بعدين بس هذه الأشياء الطبية خلا نقول الكريمات تنقسم إلى قسمين كريمات عشاب وكريمات سيليكون في بعض الناس نتائجها جدا جميلة مع كريمات العشاب فيه ناس يتحسسون من العشاب فيحتاج لنا كريم السيليكون فهذا الشيء نقرره مع كل مريض على حدة ولكن هذه الكريمات اللزقات تكون لزقات سيليكون تنحط على الجرح تخلي الجرح رطب فما يصير فيه جفاف وما يصير فيه كبر في الحجم الليزر هو عبارة عن شغلتين شغلة يخفف اللون وشغلة يخفف من حدة الأثر نفسه فهذا أيضا يحتاج تقريبا من ثلاث إلى خمس جلسات على بدء ثلاث شهور تتسوى الحل الرابع اللي هو خارج نطاق الطب يسمونه التاتو الطبي أنت ممكن لمن واحد يفقد كل الأمل في العلاجات هذه ممكن يروح حق بعض الناس اللي عندها أجهزة تاتو طبية نفس اللي نحن نستخدمهم حق مثلا بعيد الشر الناس اللي يستأصلون الثدي كامل بعدين نحط لهم عضلة من البطن على الثدي فيكون ما في حلمة الحلمة هذه أكو لها جهاز يسوي لها ميديكال تاتو ثري دي زين يسوي شكل الحلمة بطريقة كأنها صجية فهذه نفس الشي نفس الصبغات هذه الطبية يقدرونوا يستخدمونها على آثار الجروح تكون نفس لون الجلد توحد لون البشرة فتحدد توحد اللون ممكن تكون مؤقتة ممكن تكون دائمة على حسب العيادة اللي تسويها كل شكر لك دكتور حسن مسيب استشاري جراحة حروق وتجميل صراحة استفدنا من إجاباتك عن السمنة وعن عمليات التجميل اللي بعد السمنة شكرا لك دكتور حياكم الله شكرا لك دكتور نورتنا خلونا الحين ننتقل معاكم متابعين لزاوية ثانية من زوايا برنامجنا مع غادة غادش عقدش شكرا جاسم شكرا دكتور حسن مسيب على هذا الكلام الجميل اللي قلت على كثر ما التجميل جميل وحلو والنتائج من الواحد يدخل في غمار عمليات تجميل عشان يطلع بقوام حلو على كثر ما لنقول تبعات ومضاعفات ممكن أنها تكون سيئة ممكن أنها تكون جميلة لكن بالمحافظة عليها واتباع الإرشادات الطبية وعشان ما نوصل لهذه المراحل سمنة حروق جسد مو جميل قوام مو حلو ندخل في عمليات المشرط مشرط الجراح خلونا ناخذ هذه المعلومات الصحية حتى نحافظ على صحتنا وصحة أجسادنا مع الدكتور روان لنعيمي أكيد طبي العائلة خلونا نشوفه ونرجع لكم موسيقى